أهلا بكم متابعي التلفزيون العربي على يوتيوب معكم فرح فواز أدعوكم للاشتراك في القناة عبر الضغط على سبسكرايب لتصلكم إشعارات تفتياتنا الإخبارية وبرامجنا إضافة إلى التحقيقات الخاصة والوثائقية كسة عن الكائنات الفضائية في هذا العالم العجيب تزداد في الأمور تعقيدا بين الحقيقة والخيال خصوصا مع تطور تقنية التزييف والذكاء الاصطناعي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماع حكاية جديدة من الحكايات الخيالية التي يصعب على العقل تصديقها صور غامضة لكائن قيل إنه فضائي في لاس فيغاس الأمريكية صارت حديث الناس في مواقع التواصل وسط موجة كبيرة من السخرية هذا الفيديو الذي نشر في حساب باللغة العربية حظي بنحو 4 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة فقط مع تسجيل أعلاف الإعجابات وإعادة التغريد وموجة هائلة من التعليقات عندما قمنا بالبحث عن حقيقة هذا الفيديو الذي يبدو مزيفا تصادف تقريرا لصحيفة ماركا الإسبانية تذكر فيه أن من نشر الفيديو أول مرة يذكر أن الصور تقطت في نهاية ماي لكنه لم ينشر سوى الآن طيب تصادف توقيت تسجيل هذا الفيديو المزعوم مع ما أكدته مصادر إعلامية عن التقاط مقطع مصور في لاس فيغاس أيضا يظهر فيه جسم وامض بنور أزرق يلوح في السماء بعد 40 دقيقة من الاتقاط هذا المقطع تلقى رقم الطوارئ 9-1-1 مكالمة من شاب يقول فيها أنه رأى جسما يسقط من السماء في الفناء الخلفي لبيت عائلته طبعا هذا حصل أنه تخيل حسب المكالمة المستجال لهذا الاتصال يقول الشاب أن الجسم سقط مصحوبا بأضواء ساطعة وطاقة غريبة ثم سمع أصوات خطى أقدام ورأى كائنين غير بشريين بعيون كبيرة يتروا حطولها بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار الله يستر بعد هذا الاتصال هرع عدد من أفراد شرطة لاس فيغاس إلى بيت هذه العائلة وأجروا تحقيقا أوليا شاملا لكنه لم يعثروا على دليل لوجود هذه الكائنات وبناء على ذلك اعتبرت القضية لا أساس لها وأغليقت لاحقا ترجمة نانسي قنقر